اهلا بك يا صديقي قبل ما نبدأ الفيلم احب افكرك ان اتصال على النبي وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان تتابع فيديواتنا الجديدة اول باول وبدون ما اطول عليكم يلا نبدأ بيبتدي فيلمنا مع الزبط جيمس وهو بيحضر مع اسرته احتفالية كبيرة بترقيه ثلاث زباط زميله من ابناء المدينة وبنعرف ان جيمس زابت عمليات خاصة في الجيش وعنده خبرة كبيرة وانبع عمليات كتير خارج الحدود وبسبب حساسية شغله فهو وزميله بيخضعوا الفحوصات الدورية للاتمئنان على جهزيتهم ودايما جيمس بيحب يتضرب حتى وهو خارج الوحدة رغم اصابة رجبته المزمنة نتيجة العمليات السابقة واللي بياخد لها مواد كيميائية طبية عشان يتعافى من الاصابة بشكل مستمر وبيكون مخصص مكان بعيد عن البيت عشان يراجع المعلومات اللي لازم يدرسها لشغله وبعد نهاية اليوم بيرجع للبيت وبيتكون براين زوجته في انتظاره وكمان ابن جاك واللي بيديله رسمة فيها طيارة حربية وداه لانه عايز يطلع زي ابوه وجيمس بيحب يقضي وقت كتير مع جاك ويلعب معاه لانه كان بيغيب عن البيت فترات كبيرة بسبب شغله ولكن الحياة الهادية الجميلة دي مش هتطول وهتتقلب في لحظة وداه لانه في احدى ايام الاجازة بيجي اتصال لجيمس من زميله وبيعرفوا ان القائد هيعمل اختبار لكل الفريق ولازم يروح بكرة واللي بيقول لجيمس ان الفحصات بتبين ان عمل الرائتين بيأثر على ادائك في الارتفاع العالي وتحت المية لكن جيمس بيعرفهم ان اشترك في دوريات قتالية كتير من غير ما يلاقي صعوبة في التنفس ولكن المشكلة لما بيعرفوا القائد ان كمان تحليل الدم بيظهر وجود مواد كيميائية محظورة ساعتها بيقول له جيمس ان ده بسبب اصابة الركبة وانه عمل كده عشان يبقى مع الفريق فبيقوله القائد بسخرية ان مش عارف ازاي اللي قابله كانوا بيقباله بحاجة زي كده وبيعرفوا ان بعد دراسة ملفه هيتم تسريحه من الجيش بدون الاشارة المشكلة دي في ملف خدمته ولكن هيفقد معاشه تقعودي عشان ما كملش المدة المحددة في الخدمة وبيسمع جيمس الكلام وهو كتم الغضب جواه بعدها ادى التحية وانصرف وهو مش قادر يصدق انه تحول في اللحظة من ظابط له ايمة كبيرة لشخص عاطل عن العمل ولما بيروح بتتصدم برايم من اللي حصل خاصة ان ما عملوش الاختبار ده من سنين فبيقول لها ان القائد الجديد عايز يغير افراد الوحدة وبيخترع اي حجل كده وحتى لو هشتكي فالموضوع هيكبر اكتر لانه استخدم مواد غير قانونية لعلاج ركبته ولكن المشكلة دلوقتي ان الديون اللي عليهم مش هيقدروا يسددوا اقصدها وبيطمنها جيمس وبيقول لها انه هيلاقي شغل قريب قوي وفي يوم بترجع برايم من براه بتلاقي جيمس على سطح البيت بيركب الواح خشب واللي بيتفاجئ لما بتعرفوا ان زميله مات وكانت قلقان عليه لان مر بنفس الظروف لما ساب الجيش وفضل فترة كبيرة مدمن للكحول لكن بيطمنها جيمس وبيقول لها انه كل شيء هيبقى كويس وبيروح تاني يوم جيمس الجنزة صديقه وبيقف يتخيل ان مصيره هيبقى زيه في يوم من الايام وبيجيله صديقه وكان زميله في الجيش وبيتكلمه مع بعض عن زميلهم وبيعرض عليه يقض اليوم معه ويشوف بيته الجديد وبيروح معه جيمس وبيعجب ببيته الجديد وبيبقى مبسوط وهو بيقضي الوقت مع اسرة مايك وبيفضلوا يتكلموا عن ذكرياتهم لما كانوا في الجيش وبعد العشاب يسأل مايك ليه مختيف الفترة اللي فاتت فبيعرفوا انه تم تسريحه من الجيش وما كانش في احسن حال فبيتدهيق وبيعرض عليه انه يشتغل معاه ومايك بيكون شغال في شركة امن خاصة تبعة للمخابرات الامريكية وده نوع من الشركات بتتعاقد معها المخابرات عشان تقوم بعمليات خاصة ولكن بشكل غير رسمي فبيوافق جيمس خاصة ان مايك قدر يستقر بعد الجيش ويشتري بيت جديد لأسرته وبعد كزا يوم بياخدوا مايك عشان يقابل الرئيس بتاحهم واللي بيكون بيته وسط مزرعة كبيرة والرئيس بيكون اسمه راستي هو كان عميد سابق في الجيش ولما جيمس بيقعد معاه لوحدهم بيلاقي ملف عنه موجود مع راستي وبيبقى عارف عنه كل حاجة وبيبدأ راستي يتكلم معاه في تفاصيل الملف وبيعرفوا انه حاسس بيه لانه كان زابد سابق وان الجيش بياخد شبابه مقوتهم من غير ما يتكافؤ على تضحيات اللي بيقدموها وعشان كده هو قرر يعمل شركة خاصة ويبني شغل ليه ورقلته ولما بيسألوا جيمس عن نوعية العمليات فبيعرفوا انهم بيتعاملوا مع قضايا الامن القومي وببساطة يعتبروا فرع سر للمخابرات بعدها بيقول له راستي ان في قضية مهمة في برلين خاصة بالامن القومي وبسبب انه خدم قبل كده في الشرق الاوسط فهو اختاره للمهمة تحت قيادة مايك وبيقول له ان هياخد شيك بخمسين الف دولار يسد ديونه وهيكون مقدم لعمليات كتير بينهم وبيروح جيمس للبيت وبيد لبراين الشيك وبيعرف انه خلاص هيبدأ الشغل لكنها كانت قلقانة جدا لان المبلغ كبير واكيد المقابل هيبقى كبير برضو لكنه بيطمنها وبيعرفها انه هيغيب ثلاث اسابيع بس وبعد يومين بيروح جيمس المكان متفق عليه وبيسلمه تعلقاته الشخصية لانه هيسافر بعدها بهاوية جديدة وبيوصل فعلا لبرلين عاصمة المانيا وبيروح للفندق اللي هيقعد فيه وهنا بتجيله كيتيه واللي بتكون واحدة من الفريق وبتعرفه الهدف والمطلوب انه يرقبه واللي بيكون دكتور في علم الفيروسات وبيشتغل على ابحاثه في معمل خاص ولما بيسألها عن مدى خطورته فبتقوله انه بيحاول يطور فيروس عشان يستخدمه كسلاح لانه مرتبط بجماعات مسلحة وبيجهش جيمس نفسه وبيروح على مكان قصاد بيته وبيتخفى عشان يرقبه وبيشوف انه متجوز وعنده ولدين وعيش حياة طبيعية وبيفضل ياخد له صور على مدر اليوم لدرجة في مرة قدر يعمل زوم ويعرف الرقم السر المدخل البيت وبينتقل وراه كمان في المعمل ومرة شاف عربية وبيخرج منها حيوان وبيدخله المعمل وفي يوم تاني بيشوف حد مهم جيله البيت وهكذا لغاية ما قدر يعرف كل اللي بيتعامل معاه وبعد مرور ايام بيجرسال الجيمس من مايك وبيقول له يروح لعنوان معين وبينتقل جيمس للمكان اللي قال له عليه وبيستنى لغاية ما بيوصل مايك وبقية الفريق وبيكون المكان فيه كل المعدات والاسلحة اللي هيستخدموها وبيبدأ مايك يعرفهم ان الهدف خريق جامعة هارفورد الامريكية وانه متخصص في دراسة الفيروسات المختلفة اللي بيتصيب البشر وبعدها انتقل لبرلين عشان يستكمل ابحاثه بتمويل من شخص مرتبط ببعض المؤسسات الاجرامية وبيحاول دلوقتي يكون فيروس في المعمل بحيس يستخدم كسلاح بيولوجي وبيرجع معهم تفاصيل المهمة وبيطمنهم ان المعمل قريب من الغابات ومش عليه تأمين كويس وبعدها بيجهز الفريق وبينطلق ناحية الهدف وقرروا يروحوا من خلال الغابة عشان محدش يلاحظهم واول ما بيوصلوا المكان المعمل بيروحوا للحارس ويسبتوه وبيستخدموا بصمة ايديه عشان يدخلوا من البوابة وبيطلعوا واحد واحد وبيتأكدوا ان محدش موجود لانهم اختاروا الوقت المتأخر ده تحديدا عشان يضمنوا وجود سليم لوحده وبيفضلوا يدوروا عليه لغاية ما بيلقوه بعدها بيكلبشوا ايديه وبيبدأ يستجوبوا مايك وبيسألوا اذا كان كل ابحاثه موجودة في الكمبيوتر ولو فيه نسخ احتياطية سليم كان مرعوب وبيعرفوا ان كل شيء موجود في الكمبيوتر ويقدر يتأكد بنفسه وفعلا بيتأكد واحد متخصص من الفريق من كلامه وبيلاقي لابحاث كلها في الكمبيوتر وفي الوقت ده بيجر سلا من كتئ اللي مستنعهم في العربية فبيعرف مايك ان الشرطة على علمه وهي في الطريق وبيأمرهم يقتلوه ويخلوا كل شيء كأنه حادث طبيعي وبعدها طبعا بياخد اجهزة الكمبيوتر وبيروح جيمسة للدكتور عشان يخضروا قبل ما يحرقوا المكان عشان تبان حادث لكن بيفضل يترجع انه مايقتلهوش وبيقوله انه مش فاهم هو بيعمل ايه لان ابحاثه هتنقذ اروح كتير وجيمس بيكون متردد فبيقوله الدكتور ان لو عنده ضمير فيه نسخة من بياناته محفوظة في صندوق الودائع بتاعه عشان يتأكد بنفسه ولكن جيمس بيخضروه وبيستنى لغاية ما بيغم عليه وبيقطع الكلبشات اللي في ايديه وبعدها بيحرقوا المكان وبيهربوا بسرعة ولكن اول ما بيخرجوا بيتكون الشرطة وصلت وبيبدأ اطلاق نار عنيف بينهم وبيقع زباط من الشرطة ولكن واحد من الفريق بيتقتل فبيروح مايك عشان ياخد منه الشنطة فبيتصاب في رجليه وبعدها كتي كمان بتتقتل وبيفضل جيمس يقاوم الشرطة وبيضرب عليهم كمبلا دخان عشان تشتتهم وبيشيل مايك على كتفه وبيجري به لجوه الغابة والشرطة برضو وراهم لغاية ما بيوصل للبحر والدنيا كلها ضلمة وبينزل مع مايك وبيغتصل تحت لغاية ما بيلاقوا مصرف مياه وبيدخله جواه وبيبدأ جيمس يعالج الجرح بتاع مايك وبينقله دم بعد ما نزف وساعتها بيطلب من جيمس انه لو مات يبقى هو اول واحد يعرف زوجته بالخبر وعلى الناحية التانية بتكون الشرطة والمطاف انتشرت في المنطقة وكمان الخبر وصل للإعلام وبعد ساعات بيفوق مايك ولكن المشكلة المراضي هي رجل جيمس لان الاصابة القديمة رجعت بشكل اقوى لانه شل مايك وجاري به مسافة كبيرة وما كانش قادر يروح معاه فبيقول له جيمس انه يروح هو بسرعة عشان العملية ما تفشلش وانه هيحصله لانه محتاج يرتاح على الال 24 ساعة لكن مايك بيرفض فبيحذروا جيمس انه ما يعرفوش ايه اللي في الكمبيوتر ولازم يلتزم بالخطة فبيعرفوا مايك انه هيروح برلين ويسلم الشنطة وهيكلموا على الفندق المتفق عليه وتاني يوم رجبة جيمس بتتحسن شوية وبياخد الدواء بتاعه وبيطلع لفوق مرة تانية ومن حصد حظه ما لا اشحد فبيحاول يخفي نفسه على قد ما يقدر وفجأة سمع صوت رصاص فعمل احتياطاته واخد المسدس فشف عربية وقفه وسط الغابة ووضح انها لنس بتصطاد فاخد منها زيزة مياه وكمان هدوم واكل وفضل مستن في الغابة لغاية ما الدنيا تليل وبدأ يتحرك في هدوء بعد ما غير هدومه لغاية ما وصل للفندق ولما بيطلع لقوده بيتأكد ان ما فيش حد وبيلاقي هدوم جاهزة وكمان فيزا والباسبور بتاعه واخد وقته عشان يكمل علاج رجليه وفضل مستن مايك يتصل به لكن بدون نتيجة فبيجهز حاجته ويروح لمحطة المترو وبيشتري موبايل وشريحة اتصال بعدها بيتصل براستي وبيسأله اذا مايك تواصل معاه فبيعرفوا راستي ان مايك موصلش البرلين اصلا وبيسأل جيمس عن موقع دلوقتي عشان فيه فريق هيخرجوا من هناك للمطار لانهم في ورطه وقربوا يتكشفوا فبيقولوا جيمسي على اسم محطة المترو وبيكلم راست الفريق وبيقول لجيمسي يروح للجسر اللي جنب محطة المترو خالي الخمستاشر دقيقة وفعلا بيروح جيمسي للجسر وبيكلم راستي واللي بيعرفوا ان فيها عربية لونها بني وقفة ولازم يركب بسرعة لكن جيمسي بيشوف موتسيكلات محوطة المكان وعربيات تانية وقفة وبيحس انه كمين فلما بيسأل تاني عما كان مايك بيقوله انه ما يعرفش فبيعرف انه كمين فعلا وانه كمان قتل مايك بعدما العملية تفضحت فبيمشي من المكان وفجأة بيتضرب نار عليه من الناس على موتسيكل وبيبدأوا يطردوه فبينوت من الجسر في البحر وبيعوم لغاية ما بيوصل للناحية التانية وبرضه هم وراه لغاية ما بيقدر يوقع واحد منهم وياخد مسدسه وبيتبادل معهم ضرب النار لغاية ما بيوصل لباب المصرف ولما بيدخل بيبدأ يكسر مصادر النور عشان يحجب عنهم الرؤية وبدأوا يدخلوا عشان يقتلوه لكنهم ما كانوا شايفينه وفجأة بيهجم على واحد منهم وبيقتل صديقه وبيشتبك معاه لغاية ما بيطلع سكينة عشان يقتل جيمس لكنه بيقدر يسيطر عليه ويغرز السكينة في قلبه ولسه التالت هيدرب جيمس بالمسدس فبيشتبك معاه بسرعة وبيوقع على الارض وبيفضل يدرب فيه بالحجر لغاية ما بيموت وبيروح للشخص اللي طعنه وبيكون خلاص قره بيموت وبيعرف منه انه كان ضابط سابق ومبعوت من راستي عشان يقتله وبدأ يعتذر لجيمس لانهم المفروض يخرجوه فعلا لكن التعليمات اتغيرت في اخر لحظة والمفروض انهم زبط ويحموا بعض مش يقتلوا بعض بعدها بيوري له صورة وبيعرفوا ان مكتوب في دارها رمز ورقم تليفون لشخص يعرفه وما بيكونش يشغل مع المخابرات عشان يساعده وبيروح بعدها جيمس البيت الدكتور وبيدخل من الباب الخارجي لانه طبعا عارف كلمة السر لما كان بيرقبه ودخل على اساس انه جاب لزوجته بريد واول ما بتفتح الباب بيهددها انه هيقتل عائلتها لو صرخت وبيسألها عن صندوق الودائة بتاع زوجها فبيتقول له موجود في البنك السويسري فبيروح معها بالعربية ومعها ابنها كأنه صديق ابوه لغاية البنك وبيتروح بعدها بجيب السندوق وبترجع فبيلاقي فيه تاب وعشان يتفتح لازم تجاوب على اسئلة معينة خاصة بالعيلة وبتجاوب الزوجة وفعلا بيتفتح التاب وبيلاقي فيه الملفات وبيخرج بهدوء من العربية وفي الليل بيتكلم مع الرقم اللي كان في ظهر الصورة وقال له على الرمز عشان يتأكد انه امان وبعدها بتيجي عربية عشان تاخده لكن جيمس كان حذر في الشخص اللي اتصل بيه واللي بيكون اسمه فرجل واول ما دخل العربية غرزه بحقنة مخدرة وبعد ساعات بيسحى جيمس بيلاقي نفسه على سرير طبه ومتكلبش فيه وبيحاول يفك نفسه وبيسأل عن شنطته لكن بيطمنه وبيوري له ان شنطته في امان وبيقوله انه علج رجله قبل ما تتصب عدوى وبيعرفه انه عمل كده للامان الشخصي لكن بيصمم جيمس انه يقوم بس ما بيقدرش وبيعرفه انه لازم يرتاح ولما بيفوق بيفتح التاب وبيلاقي فيديو للدكتور بيتكلم فيه لزوجته وابنه وبيقولهم انه قرس حياته للعلم وانه ساب نسخة من ابحاثه هنا واللي هتساعد بشكل كبير في مكافحة الفيروسات المنتشرة ومتحوراتها ولكن ده هيبقى ضد مصالح اصحاب النفوذ وبيعرفهم انه بيحبهم وبيتمنى دايما يبقوا فخورين بيه وهنا بيكتشف جيمس ان الدكتور ما كانش بيشتغل مع مؤسسات اجرامية بالضر بالامن القومي بل على العكس كان بيشتغل لصالح الناس وزنبه الوحيد انه عايز يساعدهم وجيمس كان بيبكي وهو بيسمعه وندمان على اللي حصل وبيقعد يتعشى بعدها مع فرجل واللي بيسأل جيمس اذا كان قتل الشخص اللي اداله الرقم لكن جيمس ما بيردش فبيقوله انه عارف انه قتله لانه اكيد كان عايز يقتلك وبيفهمه ان الحكومة خلتنا بدل ما نحمي بعض بقينا نقتل في بعضه بدون سبب ولسه بيكمل كلامه فجأة رصاصة رشقت في راسه وبيقع جيمس على الارض وهو عارف ان فريق الاختيال وصل فبيروح يولع شمعة كبيرة وبيفتح انبوبتل بتجاز على الاخر وبيسابه على الارض عشان الغاز يخرج بسرعة وبيسد الباب من تحته عشان يمنع تسريب الهوى وبيطلع بسرعة الاخر دور وبيخرج من على الشجرة في الوقت اللي مجموعة الاختيال بتدخل البيت ولما بتروح لمكان فرجل البيت كله بينفجر وبيموت كلهم جواه وبياخد بعدها العربية وبيفضل سايق لغاية ما النهار بيطلع عليه وبيقدر يحجز تذكرة اونلاين وبيروح للفندق عشان يجهز نفسه وبعد ساعات بيروح للمطار وبيقدر يعديه ويسافر لامريكا ولما بيوصل بيروح لمايك وفي باله كلمته لما قاله انه لو مات لازم مراته تعرف الخبر منه هو وفعلا بيوصل قدام البيت وهنا كانت المفاجأة لما بيشوف مايك بيشيل ابنه وبيكتشف انه لسه عيش وقدر يخدعه وبيفضل يرقبه لغاية ما بيخرج بعربيته الصبح وبيفضل ماشي وراه بالموتوسيكل لغاية ما بيوصل لجراج عمومي فبيروح وراه لغاية ما بيروح اخر دور وفجأة بيهجب عليه مايك عشان يعرف هو مين ولكن بيتصدم لما بيقلع الخوزة وبيعرف انه جيمس لانه كان فاكره مات زي ما قاله راستي وبيتكلم معها جيمس وهو متعصب وبيسألوا ليه كذب عليه بخصوص العملية فبيقول له مايك انها كانت مجرد سرقة بيانات وما كانش عارف ان كل ده هيحصل ساعتها بياخد جيمس المسدس منه وبيزوق ناحية العربية وبيعرفوا ان المهمة ما كانتش سرقة بيانات ولكن كانت سرقة علاج لفيروس خطير كانوا عايزين ينشروه عشان يكسبوا مليارات الدولارات من الناس اللي هتعاني منه فبيحذروا مايك انه لو راستي عارف انه موجود في امريكا هيقتله هو وعيلته وانه لازما يهرب لكن مايك بيعرفوا انه مش هيهرب وانه مفيش حل غير انه يساعدوا عشان يقتل راستي نفسه ويحمي عائلتهم هما اللي اتنين فبيوافق مايك وبالليل بيروح بعربيته لمزرعة راستي وبيكون جيمس مستخبف شنطة العربية عشان يقدر يدخل به من البوابة بعدها بيخرج مايك وكأنه بيتكلم مع اللقاعدين برا وفجأة بيدرب عليهم نار وبيقتل اتنين وبيخلص على التالت قبل ما يهرب وساعتها بيخرج جيمس من العربية وبيروح من وراء البيت عشان يوصل لراستي اللي بيتبادل النار مع مايك وبيقدر جيمس يدخل البيت من الباب الخلفي فبيقتل واحد وبيشتبك مع التاني وهناك بيتقدم مايك عشان يقتل راستي لكنه بيقدر يصيبه برصاصة فبيقوم مايك وبيضرب راستي في بطنه قبل ما راستي يصيبه مرة تانية لكن المرة دي اصابة قاتلة وهناك بيقدر جيمس يتغلب على الحارس رغم قوته وبيخنقه لغاية ما بيموت وبيروح بعدها بحذر لراستي اللي بيلاقيه مصاب وبيقول له بواقاحة انه كان عايز يموت اسناء تأديه الواجب فبيقتله جيمس قبل ما يكمل كلامه وبيروح بعدها وبياخد مايك للعربية وبيطمنه انه يعيش ويرجع لأسرته لكن مايك كان خلاص بيلفز انفاسه الاخيرة وبيطلب منه يقول لأولاده انه كان بيحبهم وبعدها بيموت ولما بيطلع النهار بيروح جيمس قدام بيته وبيشوف زوجته وابنه جاك وهم ماشيين وكان سعيد انه قدر يرجع لهم مرة تانية ولكن للأسف بعدما حرم ابناء تانيين من ابهتهم وهنا بينتهي القصة ولو وصلت لحد هنا فاحب اشكرك جدا على المشاهدة يا صديقي واتمنى يكون عجبك الفيديو وما تنساش تشترك في القناة واتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد سلام